غيابات ثلاثية تهز مودرن فيوتشر قبل نهائي السوبر المصري في تطورات مثيرة قبل للمباراة النهائية لكأس السوبر المصري كشف الإعلامي أحمد شبير عن صدمة ثلاثية لفريق مودرن فيوتشر قبل مواجهة الأهلي يفيد التقرير أن الثلاثية محمد عبد السلام ومحمد فاروق وعمر كمال عبد الواحد سيغيبون عن المباراة الهمة وفي تصريحاته أكد شبير أن الثلاثية الذي أعلن رسميا غيابه لن يشارك في نهائي السوبر مما يضع فريق مودرن فيوتشر في موقف صعب أمام الأهلي وفي سياق آخر ألمح شبير إلى إصابة عمر كمال عبد الواحد حيث أشار إلى أن الأشعة التي أجريت لللاعب كانت مطمئنة ما يعني أنه قد يكون جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة تقدر الإشارة إلى أن مودرن فيوتشر تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد مباراة ماراثونية مع بيراميدز في نصف النهائي والتي انتهت بفوزهم في ركلات الترجيح من 14 إلى 13 سيواجهون الأهلية في نهائي البطولة غدا وسيكونون بحاجة إلى تعويض غياباتهم الحاسمة للمنافسة بقوة ترجمة نانسي قنقر